موسيقى السلام عليكم وحبات الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية من الصفر وحتى الاحتراف من أفضل الكورسات الإنجليزية على الإطلاق حلقتنا لهذا اليوم تكون من 5 كلمات من الكلمة 156 إلى 160 ركزوا معي جيدا من الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات وهدفنا نحفظ 90% من هذه المعلومات باللغة الإنجليزية إذن حضر الكورس والقلم حتى تكتبوا جميع العبارات الجديدة والمهمة وكرر جميع العبارات كل عبارة 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنوها بشكل جيد ركزوا معي من الآن اضغط على إعجاب وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس المستقبلية أيضا أما الدروس السابقة تجدوا عسل هذا الفيديو في مربع الوصف إذن لا تنسوا الإعجاب والاشتراك خلينا نبدأ بالكلمة الأولى كلمة الأولى عندنا كلمة concern 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 أقرأ معي concern بمعنى اهتمام أو قلق تأتي بمعنى شأن أو هم أو عناية إذن هذه معاني كلمة concern concern أهم مرادفات كلمة concern concern anxiety anxiety worry attention importance 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 هذه أهم مرادفات كلمة concern خلينا نأخذ أمثلة حتى نتعلم كيف نستخدم كلمة concern concern إذن المثال الأول the story the story the story القصة story the story concerns the story concerns a friend of mine القصة تخص صديق لي concern concerns تخص the story concerns a friend of mine اقرأ معي الآن the story concerns the story concerns a friend of mine القصة تخص صديق لي إذن خرهم المثال الثاني you must not concern yourself about me لا يجب أن تهتم بي اقرأ معي you must not concern yourself about me you must not concern yourself about me you must not concern yourself about me جيد جدا احفظها واكتبها في كراسك أيضا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك خلينا نروح الكلمة الثانية من هذه الحلقة condition 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 حالة شرط أو ظرف condition 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 إذن أهم مرادفات كلمة condition case case situation situation status status position position هذه أهم مرادفات كلمة condition خلنا أخذ أمثلة على كلمة condition حتى نتعلم كيف نستخدمها the bridge is the bridge is the bridge is in an extremely dangerous condition the bridge الجسر is in في an extremely شديد dangerous الخطورة condition في حالة خطيرة للغاية حالة خطيرة جدا the bridge is in extremely dangerous condition اقرأها بصوت عالي خمس مرات وجميع العبارات الجديدة حتى تحفظها بشكل جيد فهذه من أفضل الطرق لحفظ وتعلم اللغة الإنجليزية the bridge is in an extremely dangerous condition خلنا نروح للمثال الثاني she is in a stable condition stable مستقر ثابت she is in a stable condition هي في حالة مستقرة أو ثابتة she is in a stable condition اقرأ معي بصوت عالي she is in a stable condition ممتاز الروح الكلمة البعدها وهي كلمة conference 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 مؤتمر اتحاد أو تداول conference 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 ثلاثة معنا اجتماع أيضا اهم مرادفاتها congress congress convention circulation اما الامثلة على كلمة conference ادنا كثير من الامثلة على كلمة conference بما ان هذه الكلمة شائعة رح ناخذ مثاليا عليها كالعادة he gathered he gathered هو جمع all the men all the men جميع الرجال around the table around حول the table الطاولة for a conference for a conference اقرأ معي بصوت عالي he gathered all the men around the table for a conference conference he gathered all the men around the table for a conference جمع كل الرجال حول الطاولة لحضور مؤتمر he gathered all the men around the table for conference ممتاز ناخذ المثال الثاني على كلمة conference they had a family conference they had a family conference كان لديهم مؤتمر عائلي او اجتماع عائلي they had a family conference they had a family conference they had a family conference كان لديهم مؤتمر او اجتماع عائلي they had a family conference they had a family conference ممتاز اما الكلمة قبل الاخير اللي عندنا congress congress مرت علينا ايضا مرادفة لكلمة conference وهي بمعنى مؤتمر او لقاء او اجتماع مرادفاتها conference congress conference seminar appointment appointment لقاء او اجتماع اذا هذه مرادفات كلمة congress احفظها جيدا ايضا لناخذ مثال على كلمة congress the international congress of mathematician اذا مؤتمر دولي لعلماء الرياضيات the international congress المؤتمر العالمي of mathematician المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني of american indians المؤتمر الوطني للهنود الامريكيين the national congress of american indians نروح للكلمة الاخيرة ونختم هذه الحلقة وقبل ما نختمها راح يكون عندنا اختبار جيد اذا نركز معي على هذه الكلمة الاخيرة المؤتمر الاخيرة التي هي consider consider يعتبر او تأتي بمعنى فكر اعتبر او رأى يعتبر فكر اعتبر او رأى consider أهم مرادفات كلمة consider believe think speculate هنروح إلى الأمثلة على كلمة consider I consider him أنا أعتبره irresponsible غير مسؤول أنا أعتبره غير مسؤول هنروح الكلمة الجملة الأخيرة do you consider him a good player do you consider him a good player اقرأ معي do you consider him a good player هل تعتبره لاعبا جيدا do you consider him a good player do you consider him a good player ممتاز هل تعتبره لاعبا جيدا هذه آخر جملة عدنا مرت علينا بهذه الحلقة إذن خلينا الآن نطيكم الاختبار اختباري اليوم هو أنه تراجعون جميع الكلمات الخمسة اللي مرت علينا تراجعوهن جيدا تشاهدون هذه الحلقة مرة أخرى وأيضا تأخذون كل كلمة تكتبون عليها تكونوا عليها جملة تكتبوا أسفل هذا الفيديو في التعليقات حتى تستفادون أكثر من هذه المعلومات وتحفظوها بشكل جيد من أول مرة إذن راجعوا جميع الكلمات اكونوا جملة على كل كلمة من هذه الكلمات واكتبوها في التعليق سوف أمر عليها واحدة واحدة إن شاء الله وأصححها لكم شكرا لكم على المتابعة أتمنى أن تكونوا استفدتم كثيرا من هذه الحلقة وجميع الحلقات القادمة إذا عادكم أي اقتراحات كتبوا بالتعليقات أو أبدا لا تترددون منتظرونا بالحلقة مع خمس كلمات جديدة باللغة الإنجليزية في الحلقة القادمة إن شاء الله إذن اضغطوا على إعجاب اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس القادمة أيضا فلا تنسوا مشاركة هذه الحلقة فنحن نضع الكثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس لننشر العلم للجميع شكرا لكم وإلى اللقاء غريبا شكرا لكم